السلام عليكم ومرحبا بكم في صفة جديدة من قناة ماريا كويزين اليوم ان شاء الله راح نبدأ وسيل سيلة حلويات العيد اليوم جبت لكم حلوة اقتصادية وبسيطة وجيء بزاف بنينة يعني لمحبي دوقي كعغامة لح تعجبهم بزاف نبدأ و بسم الله اول حاجة عندي 250 قرام مارغارين تكون طريقة نضيف عليها نصف كاس سكر ناعم سعة الكاس 240 حتى 250 ميلي لتر نضيف عليها زوج حبات تاعة البيض نضيف عليها نصف كاس تاعة الزيت يعني راح ندير كامل هذي المكونات كيف كيف وقرصة تاعة الملح ولا رشة تاعة الملح نخلطهم كامل كيف كيف ولازم نخلطهم مليح حتى ندخل هذيك الزيت مليح مع المارغارين ومكونات الأخرين حكا بش العجينة تعنا ما توليش تطلق الزيت يعني هذي الملاحظة جد مهمة وهذا العجينة يعني عجينة عادية بات سابلي وما راح يتخسر الشكل ديالها ما راح يسرى لها والو يعني كما تدخلوا هذيك ما راح تخرجوها من الكويزين نضيف عليها مغرف مع مره مليح تعالى فاني ونصف كاس مايزينو ولانيشا ونزيد ندخلها مليح في الخالط التاعي يعني خلطوا المكونات مليح باش العجينة تعكو ما تبداش تطلق في الزيت في هذه المرحلة راح نضيف الفارينة نضيف الكاس الأول تاع الفارينة نزيد نضيف الكاس الثاني ونضيف عليهم 1 خميرة تاع الحلوة وزن 10 قرام بهذا الشكل وراح ندخل هذيك الفارينة مليح في الخالط التاعي حتى نتحصلوا على العجينات كونطرية وما يمطوا ما تلسقش في اليد زيت عمرت الكاس الثالث والكاس الرابع والكاس الخامس راح نضيف منه نص يعني اللي هنا العجينة تعي دات لي 4 كيسان ونص وانتوا مع لحسب نوعية الفارينة شوفوا نفرش ساشي من الأحسن تفرشوا ساشي حتى تساعدكم بزاف الخدمة نحكم نصفي الكمية وراح نحللها بالحلال بهادي الشكل وراح نطبحها بهذا الطابع يعني عادي مدور وما يكونش كبير بزاف ونجي نحيها تنحي بكل سهولة يعني هذيك الساشي راح تعاوني بزاف ونضيرها في بلاتو كنت فرشت عليه بابي كويسان واللي تعرف بلي البلاتو تحاميل السقش عادي يعني تقدرون تحطو ديك الحلوة ديلكم بس كو فيها كمية كبيرة من اللي يدام بهذا الشكل وش راح ندير اللي احنا يعني شوفوا عندي هاد لادوي وش راح ندير راح نجي نتقبها في الواسط يعني شوفوا خط نخليه نسامل وخط راح نتقبوه ولا استرها هذيك الدوزيام راح نتقبوها هكا بلادوي بهذا الشكل هكا بش بعدا نعمراهم بالكغامل وهادوك اللي يقعدوا لازقين نحيان بالمغرف بكل سهولة وندير هاد طيب على 180 درجة حتى يعني تاخد لي اللون الاصفر من تحت نعاود نولي لهنا الكغامل التاعي كنت حضرته معاكم يعني في وصفة سابقة راح نخلي لكم الرابط تاعه في صندوق الوصف شوفوا يجي ما شاء الله هنا يا صراحة أنا كنت خدمت بيه وزد خدمت واحد اخر هنا ما زال مجمد شملح هو يحيجيكم يعني يعني عاقد بزاف وهادو الوصفة عجبتني بزاف حاجة الليولا تشد بسكو بخدومها بالماء وشوكولات بلون وما تخسرج يعني تخلوها عام فريجيدا ما حيسرها لها والو هادو هو اللي قد صابلي تاعي بعد ما طابلي شوفوا أنا نضيبوا صفر من تحت ما نحبوش حمار بزاف وانتو ما الطياب يقعد لكم أنا يعني غير قسميين شفلي راح ننحيه وما نشعلوش كامل من فوق اح نخليه يبرد ومبعد نكملو الخدمة تعنا وهدي هي الكمية لطهالي للامانة ما زال كاين بلاتو وحدو خريطيب أنا مدت لي 36 حبا يعني كمية لابس بها ورح نبدأ للسقف الحلوة ديالي عادي شوفوا اللي هنا حبيت نوري لكم هاد هاد الملاحظة شوفوا يعني الكاغا مال تاعي جمد لي راح نجيل اللي هنا نديرو فيكسرونا وراح نعاود نسخنو يعني غنحطوه علنا راح يطلق روحو كامل بهاد الشكل شوفوا كيفاشو الله شوفوا كيفاشو الله القهوة متاعو من اللي هنا كي ديرو في الحلوة ديالكم راح يعاود يجمد يعني كي برد يعاود يجمد وش راح ندير اللي هنا ما نش حباتو يكون جامد حباتو يكون خفيف متداخل ولا سائل متداخل وش راح ندير راح نزيد لو شوية ما يكون سخون ولا عادي ما مك مبارد عادي بس كو الكاغا مال تاعنا راو سخون وراح نزيد نطلقو شوية هكا باش كي نديرو في الحلوة ديالي نلقى سائل متداخل وعادي يعني الكاغا مال تاعنا في الاساس راهو مخدوم بالماء هكا ونجين لنلسق الحبات ديالي شوفوا هنا يا راهو خفيف بزاف بس كي راهو سخون عادي لسق به الحبات ديالي بهاد الشكل لطن لنكمل كامل الحلوة ديالي لسقها راح تلقى وحك مروحو يعني ما نعمرش به الحلوة هو هكا سائل هنا يراني اللي سقتهم كامل شوفوا ودوك نبدا نعمر فيهم شوفوا كيف شو الله شوفوا زيت اتقال نعمرهم بهذا الشكل وهنا ثاني ملاحظة جد مهمة عمروا الكاغا مالتعكم حتى للفوق كامل يعني حتى تغطوا هديك تقبه كامل تعمروها كامل يعني يولي لكم الفوق كامل شوفوا أنا يعني كين حبات خليتهم شوية فارغين ومبات فكرت باللي كين جين قلاسيهم راح تدخلي شوكولات داخل يعني هاد الملاحظة جد مهمة شوفوا هاد الحبا عمرتها كامل عمروهم حتى للفوق كامل باشكي تغلاسيهم ما احشي جيكم هادك الطبقة تعال شوكولات عندي ميتين وخمسين جرام شوكولات بلون دوبتها لحم ماء راح نضيف لها مغرف كبيرة تاع الزيت مغرف كبيرة تكون كافية متقطروش الزيت باسكو شوكولات بلون تولي ما تحكمش فوق القاطو تولي حبة تاع القاطو تبهن لكم من تحت راح ننقص منها حوالي مغرف كبيرة بهذا الشكل لتزيين واللي احنا جيت ننسيي حبة نشوف الشوكولات تاعي لا يتقيله ولا لا لا شوفوا يعني مغرف برك تاع الزيت كانت كافية لو كان درت كتار من مغرف لو كان الحلوة تاعي قاعدت تبان من تحت وهاديك المغرف اللي نقصت لها راح نضيف لها نص مغرف كبيرة تاع الكاغامل ونبقى نخلط فيها هكا وتمام الاحسن ضيفوا مغرف كبيرة لون تاع الكاغامل لحي يجي بارز كتر هكا لحنا تحسوها بالليك شغل خسرت شوفوا شوفوا توليكم كيل عجينة مي نورمال عاديد وكن سجموها راح نجيب ماء يكون مغلي يعني ماء يكون يغلي وراح نضيفوا على هديك الشوكولات حتى تطلق راحا يعني راح تعاود تولي عادي بهذا الشكل شوفوا كيفاش عاودت تلقات راحا وتولي سائلة عادي هنا يديروها شوية سائلة بس كوح ندير بها خطوط فوق شوكولات بلون وثاني تقدروا تقولوا لي علش مدرتش كاغامل ديركت لا لا الكاغامل ما يجمدش يعني يقعد سائل مي كين ضيفوا له شوكولات بلون راح يولينا شغل يجمد فوق الحبا ما يقعدش هكا كاك يتلاسق شوفوا كيفاشو لقاوامتها اح نديرها في العباش بهاد الشكل ورح نبدأ نقلاسي في الحلوة التاعي هاكا نخبطها مليح نحي كامل هاداك الزائد ونحطها في بلاتو فرشت عليها بابي كويسون يعني بابي كويسون لي طابت فيه ونسحب هاكا الحلوة باش ما تملتحت نلقاها مقية ما ترفض ليش كمية كبيرة من شوكولات ملتحت ونكمل كامل بنفس الطريقة وتاني ملاحظة واحد اخرى خدموه ثلاث حبات وزينوها متخدموش كمية كبيرة وتجوت زينون تلقوا هاديك شوكولات بردت لا لا خدمو حوالي ثلاث حبات وزينوهم ونباك كملو الكمية الاخرى شوفوا بهذا الشكل ندير خطوط ونجيل احنا ندير شكل تعلمي الفاي هنا الإضاءة رهي شوية نقصة بهذا الطريقة لحنا خدمت الكمية هادي رح نخليها تنشف مليح ونبعد تكملوا التزيين عندي شوية تعالعسل وشوية لوز محمص ومطحون أنا كان عندي الهنا واجد اخدمت به انتو متقدوا تستخدموا غير الكوكاو حمروه برد كمليح شوفوا الشكل تعالي الحلوة كيف يجي يجي ما شاء الله وتاني اللي عندها المعجون تعالي المشماشة حيكون احسن تلسقوا به ولا لاجوا لي كما تحبوه ورح ندل حواف تحبها بها الطريقة ونرمدهم في هذا اللوز كتازين باسط ونكمل كامل حلوة ديالي بنفس الطريقة وهذا هو شكل نهائي لوصفة اليوم اللي هي حلوة جافة بالكاغامل جات ما شاء الله البنة تحاروه يعني شوكولة بلوم على الكاغامل يعجبني خرمن معا شوكولة نواخ وانتو ما لكم الاختيار شوفوا كيفاش تجي جي بزاف هيله شابه وبسيطه وتانيك اقتصادية يعني ماشي بزاف غالية احنا نقسملكم منها شوفوا اللي السابلي هادك يجي ما شاء الله يجي طريق وشنوبرك شوفوا هاد الحباي يعني طحت فيها شوفوا الطبقة تاع شوكولة جات خشينا علاش بسكو ما عمرت الكاغامل يعني هاد الخاطأ ما توقعوش فيه انتو ما عمروا الكاغامل تاعكم مليح باش مجيكمش الطبقة تاع شوكولة خشينا شوفوا الاطراف جات عادي من الوين الكاغامل جات خشينا وفي الاخير مع الياغين قولكم صح افطركم صح اصحركم سلام